طالب مجلس الكنائس العالمي في بيان صادرا جميع الأطراف المعنية بحرب غزة إلى الالتزام بوقف دائما لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق من جميع الحدود كما دعا كافة الأطراف للمشاركة في عمليات سياسية مجدية تسمح لشعوب المنطقة بالعيش في سلام وكرامة وطالب المجلس أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وبدون عنف وكذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم في كل من غزة والضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ويشجع مجلس الكنائس العالمي في بيانه على دعم سكان غزة والمنطقة في الصلاة والعمل مشددا على ضرورة احترام الوضع الديني والتاريخ القائم في القدس فضلا عن الهوية التعددية للمدينة وقداستها بالنسبة للديانات التوحدية الثلاث